كاركوك حيث أعلى نسب المشاركة على مستوى العراق في انتخابات مجالس المحافظات مشاركة أفرزت بلا شك خريطة قومية تضمنت سبعة مقاعد للأكراد وستة للعرب واثنين للتركمان مقابل مقعد للمكون المسيحي القوى السياسية القومية تلك حصدت نتائج متقاربة وهنا لا يمكن تشكيل حكومة وفق النصف زائد واحد إلا من خلال حدوث توافق بين المكونات الثلاثة ما صنع ثلاث مفاوضات صعبة أفضت إلى فشل عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة وعلى إثر ذلك الانسداد دخل رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني على خط الأزمة حيث أعلن تشكيل مظلة سياسية بعنوان اتلاف إدارة موحد يضم القوى الفائزة في الانتخابات الأخيرة بغية التمهيد لتشكيل الحكومة المحلية على أن يبقى الاتلاف تحت رئاسة السوداني حتى حصم الملف جرى الاتفاق على تقديم القوى السياسية أوراق عمل خلال سبعة أيام تتضمن رؤيتها بإعداد برنامج متكامل لمحافظة كاركوك والأليات المناسبة لتشكيل الحكومة المحلية فيها مصادر أكدت أن اجتماعا حاسما سيعقد بين الكتل يوم الأحد برئاسة السوداني بعد أن أعدت الكتل ورقة مطالبها التي ستطرح تقول مصادر مطلعة أن مطلب العرب ثابت في أن يكون منصب المحافظ من نصيبهم عبر التحالف مع التركمان وأن المقترحات التي ما زالت قائمة هي تدوير منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بين الكتل بعد مرور عامين مع منح التركمان والحزب الديمقراطي حصصا ضمن مناصب نائبي المحافظ ونائبي رئيس المجلس أما الورقة الكردية التي سوف تقدم للسوداني تشير المصادر إلى أنها تضمنت التمسك بمنصب المحافظ وتحديدا للاتحاد الوطني ومنح منصب رئيس المجلس للمكون العربي ومنح الجبهة التركمانية والديمقراطي الكردستاني حصصا ضمن مناصب نواب المحافظ ورئيس المجلس وقائم مقام كاركوك بينما تتضمن ورقة الأعضاء تركمان تدوير المناصب العليا المحافظ ورئيس المجلس ونوابهما بين القوميات الرئيسية الثلاث اشتركوا في القناة